عملها نادي الزمالك وكسب سيراميكا تحت قيادة المدير الفن الجديد واول مكسب للمدرب الجديد النهاردة شباب نادي الزمالك كسب نادي الزمالك شكله قادم يعني الزمالك بقالوا فترة كده بيصلحوا الحاجات البيضة النهاردة شوفنا نادي الزمالك كسب سيراميكا واحد سفر بهدف مين بقى بهدف الجزيري الجزيري اللي كان طاير في الدور التلاتاشر عمل لحتة رونالدو كده وراح هتطأ في الجوم كده يا برنس وكان الهدف الاول لنادي الزمالك تقدر تقول كده يا برنس نادي الزمالك كسب النهاردة كده بشكل انفس تقدر تقول نادي الزمالك كسب النهاردة كده بصعوبة جدا ولكن كسب ولكن كسب لان نادي الزمالك في الفترة اللي فاتت ايام البروف في اخر ايامه الراجل يعني كان الزمالك حتى لو اداءه واحدش كان بيخسر برضو كان فيه مشكلة في نادي زا مالك. ولكن نادي زا مالك النهاردة مع اسوريو المدرب الجديد الراجل الصراحة بصمته بينة. الراجل الصراحة شخصيته بينة وفارد شخصيته على الملعب كله. ومعيني الشعبان يعني قاعد في المدرجات ولا حولة ولا قوة يا برنس. قاعد مش عارف يا امي ليه? لان الراجل دارس كوي. الراجل يا برنس. اسوريو جايب لك القلم اللازرق والقلم اللاحمر وطول ما قاعد. يكتب اه ده غيلة اه ده مش عارف تسوق ده عمش عارف عمل ايه طب تسواني ده حبيب ايه? الراجل مسك لك الورا والقلم وعمال يكتب وعمال يزاكر وعمال يعمل تحس ان الراجل ده جاي يشتغل. تحس ان الراجل ده جاي يعمل حاجة مع الفريق. جاي صحة او جاي يعمل الاخطاء. يشوف الناس دي بتغلط فيه ويبدأ ان هم هيصحق الاخطاء بتاعتهم. ولكن نادي الزمالك او جمهور نادي مالك قال لك يا عم ما صدقنا بقى. ما صدقنا بقى نرجع بقى لسكة الانتصارات ما يا جماعة. نادي الزمالك كان بيغرق مننا. نادي الزمالك كان هينزل تحت مش هنعرف نجيبه تاني. ده كان من فوق قوية جايبها من الصدرة اللي غتب قدت هنزل تحت. ولكن برينس ادر نادي الزمالك ان هو يصحح كل الاخطاء ديت وادر ان هو يرجع من جديد لسكة الانتصارات لسا بقى لسا بقى المباراة القادمة لنادي الزمالك يا برينس تقدر تقول كده مباراة تكون صعبة وهي الصوبر المصري ما بين الاهلي ما بين الزمالك مباراة مرتقبة مع المدرب ده مع كل مرة بيصحح اخطاءه كل مرة بيذاكر حاسس المدرب ده هيعمل حاجة مع نادي الزمالك مدرب بيذاكر جدا شوفنا اللعبة تتحرك كتير شوفنا ابتدأ يعتمد على سكر دوت يا برينس اللي هو الده كويس جدا وابتدأ يا جماعة انادي الزمالك جوانощين ممتازة جوانощين ممتازة يعني استفى كمق من اللعبة اللي هم جابوه ده بملايين ومش بالملايين ولا كديرسكن وبراهيم انا ضايق ابراهيم انا ضايق يعني عام ابراهيم انا ضايق الرجل اصوريو المدري بيجري بيساد chorus ان هو او انت مسداد نوعي واحد يجي ديك فرصة. الراجل قال لك اشوف. الراجل ابراهيم انا ضاي ده اللي بياخد بتاعلي ميت مليون كده. يعني جات له كرة. يعني جات له كرة. حطها بقى. واحدة بقى انت لعبه احترق. تجيبها على شمالك وجاية على عددك. حطها في السوق. الراجل شاط للكرة. عاجل في ناشيين. ما يشوتهاش بمنظر اللي هو شاطه ده. ولكن هنعمل ايه? ادي ابراهيم انا ضاي. واضي يعني ابراهيم انا والتاني. فنادي الزمالك الراجل دوت مدرب ممتاز 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 ومدرب بيقدر ان هو يزاكر وانا حاسس ان اصوريو دوت الكولومبي بصمته بينه وهيعمل حاجة مع نادي الزمالك السنادي يا برينس لان الراجل بيشتغل. الراجل بيشتغل مش واقف كده وخلاص. لأ وراء وقلم وعمل يحفظ في عسام اللعيبة. وش عارف ايه وايه وايه وكل الكلام ده. ولكن في النهاية مبروك لنادي الزمالك. مبروك لجمهور الزمالك. على المكسب وعلى عودة الفريق من تاني لسكة الانتصارات. والنادي الزمالك دوت بقى في المركز الرابع ب43 نقطة يا برينس. سلام.